موسيقى شكرا 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 من القلب شكرا على خمستالاف أخ واخد شكرا على كل لايك يعطيطولك الفيديو شكرا على كل مشاهدة وشكرا على كل تعليق يفرح القلب وأخيرا وصلنا خمستالاف مشترك بصراحة أخدت وقت كثير لحتى وصت خمستالاف مشترك بس بفضلكم بفضل دعمكم وصلنا الى 5000 مشترك صار لي ما يقارب سنتين عم بشتغل على اليوتيوب مظبوط انا ما كنت اشتغل على اليوتيوب بشكل كتير كبير باول فترة باول سنة اول سنة ونص بس من اول ما بلشت فيس كام تقريبا من ستة شهور لاحظ هاي اللحظة انا عم بشتغل على القناة بشكل دائم وعم حاول ما اقطع عنا وانتوا بصراحة ما اصرتوا وصلتوني ل 5000 مشتريت بس هلا بدي اهمتكم بدنا نوصل 10.000 مشترك قبل عيد ميلادي عيد ميلادي بيكون بيوم 13-11 يعني تقريبا بعد شهرين بعرف انو شهرين مدى قليلة كتيرا نوصل 10.000 مشترك بس كمان بعرف انكم انتوا اساطير واكيد بعرف انكم ما لاحظت خجلوني ولاحظت وصلوني ل 10.000 مشترك باقرب وقت ممكن فاليوم اكيد متل ما بتعرفوا اكيد يعني بعد 5000 مشترك لازم نجاوب على اسئلتكم وحاول عرفكم عن حالي اكتر شان انتوا تعرفوني اكتر ومشان انتو كمان تعرفوا مين عم تشاهدوا مين هاد الشخص اللي عم تشوفوه ما يقارب كل يوم يا فيديو يا اما على البس المباشر هلا اول شي انا لح جاوب على اسئلة العادية لأسئلة دائما متكررة انا اسمي ويسام عمري 25 سنة حاليا انا من سوريا من دمشق مقيم حاليا بالمانيا وبدروس هندسة الكترون هاي الاسئلة الشاملة او الاسئلة دائما متكررة وهلا خليني بلش جاوب على اسئلتكم اللي كتبتوا لي ياها ولح حاول قدر المستطاع جاوب على كل الاسئلة فخليني نبلش سؤال الاول عننا يا من ضياء الابراهيمي بيقول كم عمراك؟ انه عمري 25 سنة زائد شنو بشغلك انا بدرس جامعة زائد ليش انت جميل انا جميل والله شوف لألك بدك نظارات صدقني لازمك نظارات شان تشوف الواقع سؤال التاني من المسلم فهد بيقول ايش افضل لابة حبيتها قبل موبايل لجند زائد كيف كانت بدايتك بلابة موبايل لجند وشكرا كانت سي اس جو او ما كان اسمه سي اس جو كان اسمه كاونتر سترايك واحد فاصلة ثلاثة على ما اتوقع كنت لعب انا ورفقاتي وقت كنا بالمدرسة كنا نطلع من المدرسة روح نلعبها احيانا كنا نهرب من المدرسة مشان نلعب مع بعض ونروح على الكافي شوب او محل الانترنت محل ما كان في كميوترات واجهزة كنا نلعب كاونتر سترايك فهي هي اول لابة لعبتها قبل موبايل لجند وكيف كانت بدايتك بلابية موبايل لجند بصراحة وصلت على المانيا تعرفت على شخص هذا الشخص من اوائل العالمي للابية موبايل لجند كان يلعبها من السيزون الاول عرفني على اللابي انا حبيتها لللابية وبلشت فيها من السيزون تاني متل ما كلها يتكون بتعرفوا السؤال تعالت عن اياه من عبدو دوام دوام ما بعرف ازالت اسمك صاح بعتذر منك يا حب كيف تخلص من النوبات في موبايل لجند ام بصراحة ما فيك اذا لقيت الجواب اعطينيها امشان ولا الله اعطيني جواب اذا بتعرفه يلي بيعرف هذا الجواب يكتب ليها بالتعليقات لانه انا بدي عارف جواب هذا السؤال شو قولي لانه النوبات بكرهوك اللابي من الاخر اذا انت عم تلعب سولو ومعك نوبات لح تكرهها للابي السؤال اللي بعده عندنا يا من المشاكس بيقول تستاهك الخير الله يسعدك ويسعدك يا عربي يا حب ويسعدكم جميعا زالت سؤالي انت متزوج لا انا سنجل حتى ما هي مرتبط مع عندي حبيبي اللي حابب ومهتم بالموضوع الانستجرام بلكني اعفائي ضابطوا الأمور لحالي وحيد ضابطوا للمؤور زايد شو أكتر بطل بتكرهو هلا بصراحة ما بكره ولا بطل من لابة موبال إليجنس بس مسلا وقت العب فاني بكره يكون ضد موسكوف كمثال يعني بس اني اكره بطل بموبال إليجنس يعني ممكن اكره هانا بلا ان يوزليس فقط لا غير بعرف انه في كتير عالم بتقول انه هانابي او بي بالليد جيم بس ما في شي اسمه ليد جيم اذا انت عم تلعب فريق نظامي و ضدك فريق نظامي فما في شي اسمه ليد جيم بي هانابي انه الليبي ما حتوصل اكتر من تسع عشر دقايق و اللي كتير فمشان هيك هو وطل يوزلس فانا ما بكرهو بس ما بحبز العب فيها و ما بحبز شوفه بالفريق ماي او ضدي زايد مين اكتر يوتيبر بتحب و بس بصراحة انا من اليوتيبرز العرب بتابع اكتر شي اوبيلز يعني اكتر شخص بتابعه هو اوبيلز بصراحة فانا بحب تابعه للشخص و محتوى حلو بصراحة يعني العاب و جيميك بتعرفوه اكيد السؤال اللي بعده من ميدو باوا اسماءكم غلط انا باعتذر اسماءكم شوي صعبة في المستبر ان شاء الله راح تنوع العاب تانية ولا بيكون نفس المحتوى اللي تقدمه الان بصراحة لعبة موبايل ليجنز انا بنيت قناتي على لعبة موبايل ليجنز واتعم نوع معامكم في دعم كافي فانا فتحت قناة تانية على اساس اني كمل فيها وانشر فيها التنويع بس للاسف انا اجتني ظروف وما عم بقدر للحيق على القناتين فهي القناة راح تظل معتمدة على موبايل ليجنز والقناة التانية راح تكون للتنويع بس فترة شهر او شهرين باللي كتير راح ارجع للقناة التانية وشد عليها ان شاء الله وهنيك راح يكون التنويع كل ياته وما حيكون هناك في موبايل ليجنز بس راح يكون في علعاب تانية العلعاب لتريند فيفا هالقصاص هاي فايب سؤالي بعده من عبدالله ايماد بيقول ليش سافرت على المانيا بصراحة انا كنت عاجب سوريا اللي ع دراستك احط روح الجيش مجبر فانا اطراحة اطلعت اضطرارا مشان ما روح الجيش ثانيا مشان اقدر كمي دراستي هون بالمانيا شون شغل لك حاليا لنا انا بدرس جامعة ومبروك على خمسة الاف مشترك لك حبيبي حبيبي القلبي عبدالله الله يبارك فيك يا رب عنا سؤال من ايماد بيقول اكتر سفاح ومحاربة تحبهم بعد فاني وتشو بصراحة اكتر سفاح بعد فاني بحبه هو هو هلكورت بس حاليا هلكورت كتير ضعيفة مشان هيك ما بلعب فيه اكتر محارب بعد تشو بحبه هو اه فيني يقول جوهد بصراحة انا جوهد كتير بحبه بس مع هيك ما عندي كتير علعاب فيه يعني ممكن ستين دق او هيك شي ما عندي فوق المية بس مع هيك انا كتير بحبه لجوهد واذا بتعتبر روجر فايتر او محارب فممكن تحطوه بعد تشو عنا السؤال اللي بعده من احمد نجاح بيقول شلون تعرفت علي الكيوبي انا كيوبي تعرفت عليه واذا تهكر القناته من زمان تقريبا من سنة سنة وشوي تعرفت عليه بهذاك الوقت وشلون تعرفت عليه بصرا تعرفت عليه من جوات اللعبة كان الصدفة طلعنا مع بعض وضفته وضعفني كان عبود اول بدايته باليوتيوب تعرفنا بعض وصرنا هرفعات والشرس وبرو الشرس من جديد تعرفت عليه وصرنا اصدقاء وصحبة واخوة نعمها تقريبا من شهرين وبرو تعرفته على برو من عن طريق كيوبي وعبود سؤال من كيلر بيقول كم مرة رسبت في المدرسة ولا مرة انا زلمي ماشي انا مالي دريس نيرتس الشاش مالي ستشاش او نيرتس الشاش هي بالسوري ستشاش هي بالعراقي غير له لهجة بصراحة مالي دريس يعني انا شخص تروح المدرسة او الجامعة بحضر المحاضرة او بحضر الدرس بفهمه خلاصاته ووقت الفحص بس بقراه بتذكره وروح بعدنا فحص انا هاد اسلوبي بالدراسة ومع هيك انا دائما متفوق بدراستي دائما بجيب علامات حلوة وما بدرس فلا ما يراسل ولا مرة الحمد لله يعني سؤال من جي اكس بيقول سؤال ليش انت قوي فاني وعبود نوب فاني اه بصراحة اول شي عبود نوب بكل شي مو بس بفاني تاني شي انا لابت بفاني من زمان يعني انا الفاني عندي فيه اربعة سعلاف دق فاشفاري حكون قوي بفاني وعبود ما عنده يا دوب تقريبا متين دق يمكن مية واربعين مية وخمسين ما بتذكر اديش عنده فهي يعني من الطبيعي ان يكون انا اللعب منه بفاني وبالله بكل ياتل لانه انا عندي اربعاشر الف دق هو عنده ما يقارب ستة الاف سبعة الاف دق كل لابة ككل فاكيد انا هكون اللعب منه بس متل ما حكينا من قبل لحنا بقت نلعب بلايب او نساوي بالفيديو او حي الله شي هاد ما بيعبر عن مستوانة او بيدل انه نحنا نوباد او لا لانه لحنا وقت بدنا يعني حي الله يوتوبر بس بده يلعب بقدر يلعب لانه نحنا اشخاص فهمانين لابة مية بالمية تقريبا مية بالمية وبنعرف البواسف وبنعرف كل شي فلحنا فهمانين اللابة فمنقدر نلع احسن من اللي انتو عم تشوفوه بس لحنا وقت نكون عم نصور او وقت نكون فاتحين لايف فانت في قدامك اضاءة عندك كاميرا عندك متابعين داك تحكي معهون بدك تضل عم تحكي ما فيك تضل مركز و تضل ساكل فهذا الشي بيقلل من المستوى وغير هيك عم نحاول دائما نساوي لقطات تضحكهم وما يكون انه عم نلعب تعريق وما عم نحكي ولا كلمة بالفيديو اول بس المباشر فهذا الشي ما بدل على انه عبود نوب او اي شخص تاني او اي يوتوبر تاني نوب فمتل ما تلقون يعني فيه شغلات يعني بتمنعنا انه نكون نحنا عم نلعب احترافنا الكامل بس نكون عم نصور او الفاتحين بس مباشر كان سؤال من فيلد راقو بيقول اكتر ساحر تحبوه اه بصراحة انا بحب قلس كتير ففيني اعتبر انه هي اكتر ساحر بحبه انا سؤال تاني من عميل اكس بيقول ليش اخترت تحترف فاني تحديدا لانه فاني اصعب هيرو باللابة واكتر هيرو ممتع او اكتر بضل ممتع باللابة كاملة فاذا انت شخص احترفت فاني او بلشت تحترف فاني وصارع عندك فيها مدة تقريبا فانت لح تحاول تحترفها لانك انت عم تلعبها لح تكون مستمتع استمتاع كامل فيها زائد ايش هي التمرين اللي تعملها الاصبوع اللي يكون بهي السرعة وانت تلعب فاني زائد مبلوك على الخمسة الاف من اش يكون جميعا اه التدريب اللي من ساعتها من التسريع اصب على فاني متل ما قلت انا من قبل وقلت كسير من قبل لازم دائما نودك تدرب على فاني تفوت عالكوستوم وتحاول زدت حبل بس زدت حبل فوت زدت حبل يمين يسار قدام فوق حال ما تضعي قبل حبل هاد هو التدريب بلا فاني بس مو اكتر في عنا سؤال من حاج الو هو حسين لك حبيب الالبي حسين لك هلبي احلويسو لك اهلين بيك بس ليش انت امر تعرف انت كوكبنا او الارض ما بيقدر عيشوا بد الامر ففي عنا امر بالسماء في عنا امر هون فيعني بتعرف انت مشان اذا الامر صار في خسوف كسوفة الاصاص هاي يكون في حدا يضوي يا زرمي انت صدقوني بتكون نظارات وين الامر يا رجل وين الامر شوف على الاوكي اوكي يعني ام صعبة الترجمة بكتب الكون ترجمة انا حا ما بعرف شو يعني اوكي غير اللي حشتي بصراحة وحبيب قلبي حسين في عنا سؤال من اوني مارو بيقول هل ايجا يوم حبيبي في وحدة المتابعين متابعاتك مو لای حاكوني متابعاتي بلاول Lezzly ملك موتابعاتي بالاول لحب احب بناتهم يا رجل ايحاكوني اول بما نفكر ان احب بشو tick qui حبيب قبب احب وحدة بناتهم.ER. EMREMORI pilota الو فيد جاوب سروع تزوج ههنابة ولا ل Aussee. Lazley لاي ولا اي فاني lessırل سؤال من ميريوم يقول اول شي مبروك خمسة عفل مشترك الله يعرفيك يا حب ايش اول بطر وصلت في ميد جيم وشكرا اول بطر وصلت في ميد جيم لحت تفاجأوا من مين هو اول بطر وصلت في ميد جيم هو رفييلا انا وقت فلاشت اللابة ما كان فيه ابطال كتير حتى روجر ما كان نازل فانا احترفت رفييلا كانت حبة لها رفييلا فوصلت فيها ال 130 جيم 120 جيم بعد اوقفتها وصلت ااختها بالصدفة فهي رفييلا تخيل كانت المين تبعي كان سؤال حلو من ريم بادر بادر او ريم بادر بصراحة ما رأيت اسمك صح بيت ازل منيك هل رح تترك لعبة موبايل ليجنز اذا شفت ان الدعم صار قليل بصراحة ما اتوقع بس في احتمال يعني هلا اولا ما اتوقع انه لعبة موبايل ليجنز تموت بصراحة واذا صار هذا الشي في احتمال بس ان شاء الله ما بتنقطي لعبة يعني انا بصراحة شايف انه هيد لعبة حتظلم كملة عشر سنين اقل عنا اخر سؤال من دارك وولف بيقول اول مبروك حبي على خمسة الاف مشترك لك الله يبارك فيك يا خب وبيقول السؤال الاول على اي برنامج تشتغل حاليا انا من قبل كنت اشتغل على الفلمورة ومن تقريبا اخر اربع خمس فيديوهات ستشتغل على الادوبي برمير وعلى اي جهاز كمبيوتر او هاتف انا عندي كمبيوتر وعندي موبايل ايفون سبعة اذا انت بتتابع البسوط تعرف هذا الشي انه عندي ايفون سبعة ومضوجني تضويج بيخوف بس قريبا لح نبدل كل شي بس خليني اتفضاله شوي سؤال ثاني هل في افكار جديدة رح تسايا بالقناة اكيد لحصور في افكار جديدة بالقناة بس حاليا يعني متل ما لكم شايفين التجديدة عم يصير كثير بضيء بالنسبة للعبة موبايل لجنز فاكيد لحصور في تغيير بالقناة وحصور في تغيير بالمحتوى وحصور في تنويع كما بالمحتوى بالنسبة للعبة موبايل لجنز يعني حنظل اللعب موبايل لجنز على القناة بس هكوم في تنوية بالافكار سؤال الثالث لو خيروك بين زاسك وفالير ايش تاخد وايش السبب اكيد فالير بصراحة زاسك انا بتابعني متل ما قلت اول شي له انك تتابعني على الرسوس المباشرة اشخاص اللي بتابعني على الرسوس المباشرة تعرفيني اكتر من الاشخاص اللي بتابعني على الفيديوهات انا شخص ما بحب الهيرو يلي انه عود ولا تساوي شي وضروب بايسيك اثاك ورباح فزاسك من النوع انه تكبس الالت كبس في قدرة اولة وقبس قدرة تانية وحاول بعد عن الخصوم فكنوعي كنوع بطل انا ما بحبه ما بحفز من يلاعب فيه فاكيد فالير فالير اكيد في حركات في تكتيك في شوية قصص فهدا الشي بيخلي ناقي فالير السبب تخلاني بصراحة اني احترف فاني لانه دائما ما في تكرار ما في شي سابت دائما انت فيك تبدأ من حالك ودائما في فريستايل وهيك قصص بتشو فهدا الشي اللي بتخليني احب فاني وتشو فهاي هي كانت الاسئلة تبعا لليوم ان شاء الله كون جاوبت على اسألتكن وان شاء الله تكون الاجوبتي كانت كافية وشافية ووافية بالنسبة لعلكون وشكرا كثير 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 مرة ثانية على الخمسة الالاف مشترك ومتل ما لنا اول شي حاولوا ووصلوني عشرة الاف مشترك قبل عيد من هذي اللي هو تبتعش ادعش واكيد اذا وصلنا لهذا الرقام لحيكون في مفاجأة كثير كبيرة بالنسبة لعلكون حق لكم شو هي المفاجأة هلا بس لح تكون مفاجأة كثير كثير حلوة بالنسبة لعلكون وح تعجبكم كثير انا واثق من هذا الشي وبس شكرا لعلكون على المشاهدة بشوكم بالفيديو الجاية السلام